أعلنت وسائل إعلام أمريكية من بينها CNN و New York Times فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الخاسمة وقالت المصادر أن بايدن فاز بالولاية الخاسمة ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا كما أظهرت بعض الوسائل الإعلامية فوزه ب290 صوتا وينتظر أن يلقي بايدن كلمة قد تكون بمثابة خطاب النصر ليصبح بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة وشهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيق للغاية في حفنة من الولايات في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلقت تهمات جديدة بشأن تزوير الانتخابات وفي وقت سابق قالت وكالة فرانس براس أن الرئيس الأمريكي دونال ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فيرجينيا ترجمة نانسي قنقر